هو الناس قاعد عمالة بتصول وتجول في بعض الأمور اللي ممكن ما يكونش فيه عندهم منها لا معلومة ولا في نفس الوقت اللا معلومة يعني حالة اللي بنسميها كده بقى أصبح فيه مصطلح حرق يقولك الهبد الناس قاعدة بتهبد بص يا سيدي المناطق استخراج الغاز المصرية زي الفل زي الفل أنا ما عنديش أي مشكلة غاز في مصر خالص أصلت كهربا لما بتقطع دي قصة تانية والله العظيم تلاتة هحكيلكوا تفاصلها في وقتها الأمور لازم تتقال في وقتها مش كل حاجة بتتعرف لازم تطلق وتقال ولا يجب بعض الأمور حتى لا يجب أن تقال تلميحا عشان فيه أمور يمكن أنا وزملائي نعرفها وارد مش لازم حتى اللمح ناحية على الأقل عشان ما نقطعش ما ينفعش طيب أنا ما عنديش مشكلة في الغاز بل بالعكس ده أنا عندي لسه هطلع حاجات من حقل نرجس وعندي الامتياز بتاع نور وعندي اسمه إيه ده حقل زهر وزي الفل إحنا زي الفل طيب أنا بجمع غاز من الآخر كده أنا عندي اللي مش عندي حد أنا مش بتكلم على إمكانياتي في استخراج الغاز بس من شرق المتوسط لا أه أنا عندي محطات الإسالة اللي عاملة صداع لناس كتير واللي في نفس الوقت هي فرصة إن أنا بقدر أخد الغاز من المنطقة كله أسيله عندي وكسب فرق القيمة المضافة طيب أنا بجمع غاز ليه عشان أنا هصدر أبدأت تصدير غاز وحضراتكم عارفين لكن ده أنا لسه عندي عقود تصدير غاز أكبر من العقود اللي فاتت وبنشتغل عليها وأنا وإنتوا بنتكلم كده بقالنا كذا يوم عندنا ما أقدر أقولك إنه تقريبا من بداية الأسبوع الثاني في يناير في مفاوضات رايحة وجاية مع دولة كبيرة جدا قوي خالص ومهمة جدا وعلى نطاق الصناع ألمانيا بالآخر عندي مفاوضات مهمة جدا مع الألمان لعقد غاز كبير طويل هفضل أصدر لفترة محترمة جدا الألمان أكبر دولة صناعية في أوروبا الاقتصاد رقم أربعة على مستوى العالم الاقتصاد الأكبر والأقوى على مستوى دول أوروبا ألمانيا فإحنا بنشتغل على أن إحنا هندي تصدير غاز لألمانيا حد سوالة حرج تصدير الغاز لألمانيا ده يجيب لي فلوس كويسة إن شاء الله كام ما تشغلش بالك دلوقتي مش أنت اللي بتفاوض الحكومة اللي بتفاوض الدولة بتفاوض لا إحنا نقدر نبيع بكذا بدل ما نبيع بكذا والنبي كفاية هبد مضيع البلد دي غير الهبد طيب فأنا بشتغل على أن أنا بجمع كميات غاز وبسين وببدأ أشتغل على أن أنا هنقل الغاز ده لأوروبا طب أنا شغال فعلا وعندي حاجات بالفعل بوديها أوروبا وعندي خطوط وزي الفل لا ده أنا عندي عقد كبير بشتغل عليه مع الألمان وأنه إن شاء الله يتم على خير ده مثلا أشحانش أقول لك ما أصلي ما عنديش غاز إذن لما بعمل محطات الضبعة أنا بوفر الغاز بتاعي ده للتصدير لأن أنا هشغل البيوت من محطة زي مجموعة محطات الضبعة والسد العالي والحقول بتاعة طاقة الرياح والحقول بتاعة الطاقة الشمسية زي بنبان وغيرها وهكذا فيبقى الغاز بتاعي ده عمليا صروة حقيقية أنا أشتغل على تسيله وصدره وأدخل عملة صعبة كيفما شأت طبقا للاتفاقات العادلة العادلة جدا والناجحة جدا مصر في العشر سنين ما عملت اتفاقية واحدة وجلت ورئيس الجمهورية الله يدي له الصحة والله العظيم تلاتة على أنه هو متحمل اللي بيسمعه واللي بيشوفه واللي بيقرادة والله العظيم تلاتة فطلعت المنطقة بتاعة ترسيم الحدود الاقتصادية بتاعتنا ومنطقة الاقتصادية بتاعتنا في شرق المتوسط وطلعت الاتفاقات وعملنا منتدى شرق المتوسط وعملنا محطات الإسالة بتاعة الغاز وجمعنا الغاز بتاعة المنطقة وبقينا احنا المصدر الرئيسي بقيت أنا المركز أنا الهب إذا كنت بتحب تسمع الكلمة الإنجليزي إلى آخره وده مثلا وده جون لقد احنا جايبين جوان كتير ناس تعتقد وترى أنه عشرين أربعة وعشرين هو عام مش عارف إيه وسنة كبيسة وأصلا إحنا حتى هذه اللحظة لازلنا نضع المسكنات ولا نضع الحلول لا ما بنشتغلش مسكنات ولا حاجة والله العظيم احنا بنشتغل على حلول طويلة الأمد طويلة المدى ترجمة نانسي قنقر